الآن نتواجد في منطقة باريشا في ريف إدلب الشمالي طبعا هذه المنطقة التي جرت فيها عملية الإنزال في ريف إدلب الشمالي تسع مروحيات كانت متواجدة هنا هذه أثار الدمار التي خلفها قصف طائرة الـ F-16 بعد انتهاء عملية الإنزال هنا في منطقة باريشا طبعا طبيعة المكان هنا هذا المنزل كان متطرف بعيد عن مركز القرية في باريشا هو لنازح من منطقة الشعار في حلب يدعى أبو محمد بقي في هذه القرية حوالي السنتين طبعا قتل بالغارة على هذا المكان تم من هنا سحب سبعة جثث من هذه المنطقة ثلاثة نساء وثلاثة رجال والطفل يتم الآن دفن في المقبرة الطفل والنساء في تلك المنطقة طبعا هنا أثار الصواريخ التي خلفها القصف لا نمعلومات جديدة ولا نستطيع التأكد من هوية الأشخاص الذين كانوا موجودين هنا سوى صاحب هذا المنزل طبعا حسب قول الأهالي في هذه المنطقة أن القوات التي عملت عملية الإنزال سحبت معها جثة من هذا المكان في منطقة باريشا في ريف إدلب الشمالي أحمد أمين تلفزيون سوريا منطقة باريشا ريف إدلب